متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة اللي بعضكم بيستخدم شات جي بي تي ممكن يفاجأ دلوقتي ان حيكون موجود عنده شكل جديد تماما من الواجهة حتبصت له عندك جي بي تي فايف وجي بي تي فايف سينكينج زي ما انت شايف كده تم اصدار جي بي تي فايف بشكل رسمي وفي فيديو على اليوتيوب لشركة اوبيني اي بتشرح قدرات جي بي تي فايف ظهر على الاجهزة الخاصة بابل ظهر عليها سواء كانت ايباد سواء كانت موبايل وزي حاجة يعني غريبة شوية ولكن ننتظر الساعات القادمة باذن الله ان يكون جي بي تي فايف متاح للجميع حتى في الخطة المجانية ان شاء الله باذن الله وحواليكم برضو الاسكرين شكلها بيكون عامل ازاي وانا تمنى قريبا يكون متاح على الديسك توب علشان قادر ان انا يعني اجربوا معاكم بشكل افضل لان انا يعني ايه غير خبيرة قوي في التسجيل من خلال التابلت او مش برتاح معايا بصراحة او من خلال الموبايل يلا بينا نبص بصة سريعة على الكلام اللي اعلنته اوبن اي اي النهاردة من خلال الفيديو اللي نزل على القناة بتاعتها ونشوف ايه هو جي بي تي فايف شركة اوبن اي بتقول ان تم رسميا اطلاق اقوى نموذج زكاء اصطناعي تم تطويره حتى الان وقالوا ان في اول اسبوع من اطلاق شات جي بي تي سنة 2022 استخدموا مليون شخص اما دلوقتي فيه اكتر من 700 مليون شخص بيستخدموه كل اسبوع وان العالم بيبتدي مرحلة جديدة كليا مع جي بي تي فايف ايه الجديد في جي بي تي فايف الاداء الخارق في الفهم والتفكير بيقول يعني لو كان جي بي تي 3 اشبه كده بالكلام مع طالب في السنوية فجي بي تي فايف كان زي طالب جامعي اما جي بي تي فايف هو دكتور خبير بيساعدك في اي مجال ممكن تحتاجه بالنسبة للكتابة وتطوير البرامج اولا عنده قدرة انه هو يبني مواقع العاب تطبيقات متقدمة اعتقد الموضوع ده يعني هيهم كتير جدا للديفولوبرز وكمان بيصلح اخطاء الكود وبيشرح لك كل خطوة بالنسبة للتعليم التفاعلي لو كنت بتذكر فيزياء او رياضيات او برمجة او لغات يقدر جي بي تي فايف يشرح لك المواضيع المعقدة بطريقة بسيطة ويصمم لك كمان رسوم متحركة تفاعلية ايضا بالنسبة للحوار واستيعاب السياق النموذج بيقدر يقرأ ويجاوب بعمق يعني مش بس بيرد لكن بيساعدك تفهم وتقرر وتحل المشاكل الواضحة فيه طبعا تحسينات في الاداء وفي الاختبارات سواء كان فيه اختبارات الـ SWE Bench للبرمجة ايضا فيه اختبارات الرياضيات اللي هو الـ EIME الاداء كان اعلى من البشر فيه اختبارات الـ MMMU اللي هي متعددة التخصصات نسبة الهلوسة كانت قليلة جدا بالنسبة لأي نموذج سابق النموذج اكثر دقة في المجال الطبي وده ظهر فيه اختبار الـ Health Bench بالتعاون مع 250 طبيب مميزات خاصة بالمستخدمين واللي حيفرح ناس كتير جدا انه هو متاح للمستخدمين المجانيين اعتقد بعدد اربع مرات بشكل يومي يعني full request بشكل يومي بتتنقل بعد كده على طول على GPT 5 Mini يعني بينقلك directly على GPT 5 Mini بعد ما بتخلص عدد المرات المتاحة لك في الخطة المجانية بالنسبة لي مستخدمي بلصة عندهم استخدام اعلى اما بالنسبة بقى لمشتركين برو بيحصلوا على GPT 5 الكامل مع وضع التفكير المطول بالنسبة لجي بيتي 5 Mini ونانو في عندك كمان جي بيتي نانو متوفرين للعاوز يوازن ما بين السرعة والتكلفة كل الادوات اللي بتحبها شغالة مع GPT 5 تحميل ملفات تولية صور تحليل بيانات وغيرها كمان بالنسبة لي تخصيص نبرة الصوت والشخصية تقدر ان انت تخصص الصوت تقدر تخصص الالوان والخلفية ايضا جي بيتي 5 بيقدر يستخدم جوجل كالندر وجيميل عشان يقدر يلتب جدولك ويساعدك فعليا في حياتك اليومية جي بيتي 5 كده ونظرة اولية على الفيديو الخاص بـ Open AI ونتمنى قريبا ان شاء الله يعني ان احنا نجربه على الـ Desktop افضل او على اللابتوب افضل لكن حواريك شكله بيكون عامل ازاي من خلال الموبايل لو انت منزل التطبيق واعتقد كمان زي ما قلتلك الناس اللي عندها اجهزة قبل هيكون ظهر عندها يلا بينا نبص بصة سريعة على الشكل تسجلت بشكل سريع على الشاشة علشان تشوف شكل الـ Application لما هتفتحه من على الموبايل او حتى من على الـ Desktop هيكون عندك جي بيتي 5 وهيكون عندك جي بيتي 5 thinking زي ما انت شايف طبعا الـ Thinking بياخد وقت اطول من تجربتي في الاداء وكالتجربة سريعة بصراحة اما جي بيتي 5 هو هيكون افضل في الاستخدام لانه ما بياخدش وقت كبير تعالوا كده نجرب سؤال سريع هنشوف به اداء جي بيتي 5 مش هستخدم جي بيتي 5 thinking لان جي بيتي 5 thinking بياخد وقت طويل هنا هبتدي ان انا اسأله وقوله ايه الفرق بين جي بيتي 5 وجي بيتي 4 من ناحية القدرة والسرعة المفروض ان هو يبتدي ان هو يديني الاجابة بشكل اسرع زي ما انتو شايفين هيبتدي يشتغل بسرعة اعذروني بقى لو في اي اخطأ في الكتابة وحيبتدي يديك على طول صورة توضحية بيقولك انها مش طلعة من Open AI رسميا ولكن بتعبر رمزيا عن التحول الكبير في القدرة ما بين الاصدارين وبعد كده بقى حيبتدي ان هو يوريك القدرات قدرات بتاعة جي بيتي 5 ويستمر في اعطائك الفرق ما بين الاثنين من ناحية السرعة ومن ناحية الاستجابة ومقارنة بيانية مجازة زي ما احنا شايفين والنتيجة سريعة وايضا بشكل افضل لو نرجع كده ال جي بيتي 4 O هنلاقي ان هو الشكل بتاعه افضل زي ما قلتلك تقدر ان انت كمان تجرب وبيعمل سرش وبياخد وقت طويل جدا من تجربتي ده كده كان بشكل سريع تجربتنا لشاة جي بيتي 5 ونظرة اولية عليه ان شاء الله نتكلم عنه لما يظهر على الديسكتوب ويكون الشرحة افضل وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش لو بتشوفنا الاول مرة تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اما لو كنت من متابعين الاعزاء ما تنساش لايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته